والإسلام من كل هذه القضايا بريء والإسلام العظيم من كل هذه الأمور بريء وسنقف كلنا أمام الله سبحانه وتعالى في يوم تشخص فيه الأبصار لذلك هذه دعوة إلى الأشخاص بشكل شخصي رجانا كانوا أم نساء دعوة إلى العلماء والفقهاء مهما كان تخصصهم شرعيا أو علميا دعوة إلى الحكام مهما كانت مناصبهم حاكما وزيرا سفيرا مهما كان هذه دعوة لكل الحاكم والمحكوم أن نتق الله سبحانه وتعالى وأن نتذكر أننا سنقف يوما بين يدي الله كل واحد على حدا فماذا سنقول اسمعوا ماذا يقول الحبيب عندما يوصي رجاله العلماء والصالحين والصادقين والذين لديهم ضمير لصالح هذا الإيمان لديهم انتماء لهذا الإسلام العظيم وقال لمعاذ وهو يسير معه الحبيب يمشي على الأرض ومعاذ يسير فوق راحلته راح يودع في زاوية من زوايا المدينة قال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقط عليك أن تدعو يعني هؤلاء الناس أهل الكتاب الذين أوصان الله سبحانه وتعالى بهم خيرا وقال لنا ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن هؤلاء الذين أوصان بهم الحبيب عليه الصلاة والسلام وقال من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذى ذميا فأنا خصيمه إلى يوم القيامة فما بارنا ننسى هذه الوصايا وهذه الآيات الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة لأننا ابتعدنا أيها الإخوة عن تعاليم الإسلام العظيم الحقيقية والصادقة أولا أدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك يعني إذا الأمور مشت وربنا فتح عليك وأسلموا بطريقة هادئة وبطريقة الإقناع الجميل بطريقة هادئة فعليك أن تدعوهم فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة نكمل بعد هذا الفاصل وحياكم الله فلا تذهبوا بعيدا بسمي عبد العزيز زوس في العدوان سكان قرية السليحي قضاء السلط شوك كنت جندي بالقوات المسلحة منذ سنة 1964 تقلنا إلى فلسطين في 1965 ومكثنا في فلسطين إلى 1967 طلبني الشيخ عارف وجه هذه البلد في هذه الأيام فقال لي يا عبد العزيز بدك تعرفني من الشهداء من هذا ومنها هناك تقابلت مع ضابط إسرائيلي وجملة من الجنود الإسرائيليين وعندما أذن أدان العصر في حيفا وجدت أن الضابط الذي يحقق معي أنطق الشهادة وكان وسلم ترجمة نانسي قنقر عندما يولد الإنسان من رحم الأرض تبدأ الذكريات تابعوني أنا محمود اقتشات في برنامج ذاكرة الأيام حصريا على قناة نورمي حياكم الله وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل والمعذرة لأخينا الشيخ الشيخ القناوي فقد استبدلنا برنامجه حديث الروح ونحن أيضا معكم في حديث الروح ولكن عبر استفتي قلبك فجزى الله الإخوة يعني خير الجزاء وبارك الله فيكم كنا معكم قبل الفاصل مع وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام يعني لمعاذ وأبي موسى الأشعري ونقرأ ونكمل فقال له يا معاذ فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فقط أول شيء أعطيهم الشهادة فإذا أطاعوا لك بذلك أؤمرهم بالصلاة خمس صلوات في اليوم وقل لهم أن الله قد فرض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فقل لهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على ثقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب الله أكبر الحبيب يقول لمعاذ واتقي دعوة المظلوم والخطاب هنا عندما يخبره بأن يكرم هؤلاء الناس أهل الكتاب واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب وهذه وصية عامة للمسلمين وغير المسلمين يوصي بها الحبيب عليه الصلاة والسلام معاذ ويقول له اتقي دعوة المظلوم وفي رواية أخرى يعني حديث آخر يوصين بها الحبيب عليه الصلاة والسلام اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب سبحان الله إذن أيها الإخوة ما بالنا نحن على هذه الطريقة وهذه الشاكلة وهذا السلوك أما آن لنا أن نغير نحن نعيش في ظلال يعني شعيرة الحج وما فيها من عزة وكرامة وما فيها من دروس ووحدة بين المسلمين من مختلف بقاع الأرض لقد رأينا الملايين رأينا الأسمر والأصفر والأشقر وأصحاب الألوان المتنوعة والبلدان المختلفة واللغات الكثيرة كلهم يقولون لبيك اللهم لبيك فلماذا لا تلبي قلوبنا وتلبي جوارحنا وتكون في طريق الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقول أنا لن أمشي ولن أسير إلا كما أمرني الحبيب لن أمشي ولن أسير إلا كما تعلمت ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله بلا تزمت ولا تخلف ولا تعنت ولا تعصب جربنا التعصب أيها الإخوة وجربنا التزمت أيها الإخوة فلم يأتي علينا إلا بالويلات ولم يأتي علينا إلا بالدمار والشنار ها نحن نشاهد يعني لا أريد أن أضرب أمثلة فكلكم يعني أكثر مني وضوحا وفهما لهذه القضية الحبيب أيضا أوصى معاذ وقال له يا معاذ وهذا يدل على أن الحبيب عليه الصلاة والسلام يعطي إشارات كما أعطاهم في حجة الوداع لعل لا ألقاكم بعد عام هذا في هذا الموقف يقول لمعاذ يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري الله أكبر يعني ما قال له فقط يعني ممكن ترجع من اليمن وتمشي وتيجي تزورني في مسجدي وأنا حي أرزق ستجدني ستزورني يا معاذ بمسجدي هذا وقبري فكأنها إشارة وبالفعل كان كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام فمكث معاذ في اليمن ثم عاد بعد وفاة الحبيب عليه الصلاة والسلام وزاره في مسجده وزاره في قبره عليك الصلاة والسلام يا رسول الله هكذا كانوا أيها الإخوة يطيعوا الأمر وكانوا ميسرين على الأمة وعلى الناس وعلى الرعية فقد كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يستأمن الناس المخلصة الذين لديهم صدق مع الله لديهم وفاء مع الله لديهم انتماء لهذا الإسلام العظيم دون رغبات أو شهوات دون الدفاع عن حزبية هنا أو حزبية هناك نحن مع الإسلام ندور معه حيث يدور نحن مع هذا الإسلام العظيم وسنبقى نتكلم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب حتى نلقى الله سبحانه وتعالى على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذا ما ندين الله به أن إسلامنا إسلام عظيم إسلامنا جاء لكل البشرية إسلامنا ليس حكرا على عربي ولا على عجمي إلا بالتقوى إسلامنا لكل البشرية فما بالنا قزمناه فما بالنا حجمناه وأصبحنا نراه كما نرى أي شيء في هذا الوجود بل عباداتنا أصبحت روتين وعادة ليس فيها روح وليس فيها ذلك البعد الإيمان العميق إلا من رحم الله أين الصلاة التي نصليها؟ أين فائدة الصلاة التي نصليها على جوارحنا وعلى أخلاقنا وعلى سلوكياتنا؟ أين فائدة الصدق التي نتصدق بها؟ أين فائدة البسمة التي أمرنا أن نبتسم بها في وجوه إخوتنا وأقاربنا وجيراننا؟ أين ذلك كله أيها الإخوة؟ إذن نحن بحاجة إلى ثورة أخلاق ليس بحاجة إلى أعداد مصلين إن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أشكالنا ولا إلى ألوالنا ولا إلى طولنا وقصرنا الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا فقط الرسائل التي تبث من على سطح الكرة الأرضية إلى السماوات العلا لا تبثوا صورا أيها الإخوة لأشخاصنا إنما تبثوا النوايا من قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذه القلوب ينظر إلى هذه القلوب بماذا تفكر وبماذا تنوي وبماذا تسلك وبماذا تقرر ينظر إلى هذه القلوب فهل نحن قلوبنا معلقة مع الله إن كان كذلك هنيئا لمن كان كذلك لكن إذا الكثرة الكاثرة كانت على غير ذلك فوالله نحن بحاجة إلى مراجعة قوية مراجعة ثورية مراجعة سريعة لقلوبنا وأفكارنا وسلوكياتنا حتى نعود إلى طريق الله سبحانه وتعالى وقد قلنا لكم من الحلقات الأولى لهذا البرنامج هناك سنن كونية سنة التغيير والتدويل سنة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم سنة الأجل لكل أمة أجل نحن سنموت فماذا سنقول لله سبحانه وتعالى عندما نقف بين يديه كل يفكر لوحده كل يفكر بينه وبين ربه فماذا عساك أن تقول لهذا الخالق العظيم فماذا عساك أن تجيب إذا سألك عن صحتك وعمرك ومالك وعلمك ماذا ستقول جاوب نفسك لحالك استخيل أنك في بروفا أمام الله سبحانه وتعالى هذا الموقف المهيد في يوم عرفات هو مثال وصورة مصغرة عن يوم الحشر للبشرية قاطبة شوف شو بدك تحكي أمام الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف هناك سيتخلى كل الناس عن بعضهم البعض إلا المؤمنين إلا الصادقين إلا الأخلاء في الإيمان والعقيدة إلا من أحب بعضهم بعضا لله سبحانه وتعالى هناك سيتلاقون وهناك سيعطي ورد أحاديث كثيرة أن هناك مؤمنا بحاجة إلى حسنة فالذي أعطاه إياها أخ له في الإسلام لا يعرفه إنما كان له أخا في الإسلام ليس ابنه وليس أباه وليس يعني من أقربائه إنما مسلما كان فعلينا أن نحب البشرية قاطبة لله سبحانه وتعالى لا لمصالح شخصية ولا من أجل فوائد مالية ولا من أي أجل أمر آخر فقط لله سبحانه وتعالى إذن هذه كانت وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام لمعاذ وأبي موسى الأشعري ونكمل وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام في يوم حجة الوداع وكلها وصايا وكل وصايا الحبيب عليه الصلاة والسلام هي زاد ونور وإيمان لنا ومن أجل أن نستمر على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أيضا أيها الناس إن الشيطان قد يأس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا الله أكبر